والرسالة تقريباً وصل للجماهير فطلعين بهاشتاج تقريباً الهاشتاج الثاني والثالث والرابع متصدر تويتر يا فارس جماهير النادي الاهلي بالروح الدوري مش هيروح ترند رقم 2 بـ 12900 تويتر دوري الجماهير يا اهلي متع الدور يا اهلي رقم 2 ورقم 3 ورقم 4 هي دي جماهير النادي الاهلي وهو ده اللي اعتدناه من جماهير النادي الاهلي انها في الوقت الصعب بتكون خلف الفريق والحقيقة الهاشتاج دوري الجماهير يا اهلي دي رسالة للعبي النادي الاهلي على قدر ما انت اسعدت جماهير النادي الاهلي واسعدت كل المنتمين للمنظومة بقالك فترة طويلة جداً ما شاء الله كل البطلات بتحققها نتمنى تكمل جميلك وتكمل دورك مع جماهير النادي الاهلي لان هي منظومة متكاملة ما تعرفش غير طريق البطلات انا عارف ان الامر شاك لكن انت رجالة الاهلي قدها ان شاء الله المصير في الامر في الهاشتاجات ان جمهور النادي الاهلي بينافس نفسه كالعادة تلات هاشتاجات وبالتلاتة بيتنافسه على الصدارة لكن الفكرة واحدة ان الدوري مهم جداً والفكرة واحدة ان جمهور النادي الاهلي لا يشبع بالبطلات ودي عقلية النادي الاهلي منذ 1907 ترجمة نانسي قنقر بالمناسبه